أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ذلك خلال الفترة من الثاني عشر إلى الواحد والعشرين مايو والجاري يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد أوضحت وزارة الصحة أن القوافلة الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هذا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة